من ناحية أخرى رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالمواقف الدولية التي تدين وطرف دعوات وزيري الأمن القومي إتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سومتريتش الإسرائيليين والدعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثنت الوزارة على الموقف الذي صدر عن الخارجية الألمانية برفض تهجير الشعب الفلسطيني وتقليص مساحة قطاع غزة وعلى أهمية التمسك بحل الدولتين كما رحبت بإدانة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين والتي وصفها بأنها غير مسؤولة